السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أهلاً ومرحباً بكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله السؤال أو الموضوع الذي يحير العديد من الإخوان ويقولون كيف أنت تزيل بوليستير ومن بعد تضيفه في الأجين يعني لم نفهم شيء من هذا لماذا تزيله وبعدها تقوم بإعادته في الأجين فليس هكذا إخواني وهناك البعض يقولون هل تأخذ ذلك البوليستير إلى عمل آخر وتعمل بذلك البوليستير فنحن لا نقوم بهذه الطريقة فإن شاء الله سأشرح لكم الآن كيف نقوم بإزالة البوليستير وإضافته في الأجين مرة أخرى كما تلاحظون نحن الآن هنا في بداية العمل فنحن نقوم بطلس طبقة العجين ونضيف إليه البوليستير هنا في هذا المكان لاحظوا يعني ملأنا في الأعلى والآن نملأ هنا في الأسفل فهذه ملأناها يعني منذ قليل لاحظوا يعني لا زالت رطبة فهي كما ترون مملؤ في حبيبات البوليستير بكثرة لأننا نضيف عليه البوليستير الذي أزلناه لكن كيف نقوم بهذه العملية فنحن قبل أن نبدأ في العمل يعني عند بداية العمل نقوم بغربلة بعض الأكياس مثلا عدد إذا كانت واجهة بمئة متر نحاول يعني غربلة سبعة أكياس إلى عشرة أكياس فهي تكون كافية لواجهة يعني بمئة متر ففي البداية عند تركيب الفواصل يقوم أحد الإخوان بتصفية بعض الأكياس كما ذكرت وهكذا نمشي معها يعني يكون لدينا ذلك البوليستير الزائد فنضيفه في الأول في الطبقة الأولى والآخر نتركه لعمل طبقة الدكور يعني الطبقة الأخيرة فلاحظوا هنا هنا يوجد يعني هكذا يأتي في الأول بهذه الحبيبات فنقوم بتصفيته حتى يصبح هكذا يعني بدون حبيبات فهذا نتركه يعني لعمل الدكور لطبقة تسوية الحائط والطبقة الآخيرة فهكذا تكون العملية فهو لا يحتاج يعني إلى غربلة كثير من الأكياس كما قلت يعني مائة متر يعني حوالي عشرة أكياس على الأكثر عشرة أكياس فهكذا تكون العملية وهكذا نقوم بتصفية البوليستير وأيضا كيف نقوم بالعمل به أتمنى أن تكون قد وصلتكم الفكرة نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله